مع استمرار حالة التصعيد في شبه الجزيرة الكورية بين بيونغ يانج وواشنطن تسود لهجة الحرب والتهديد والوعيد على لغة الحوار غير المباشر بين الطرفين على أنغام الأركسترا تعرض بيونغ يانج شريطا مصورا مصطنعا عن هجوم تشنه بالصواريخ النووية ضد المدن الأمريكية صيغة مبتكرة ضمن سلسلة من التهديدات المستمرة منذ قرابة الأسبوعين نائب الرئيس الأمريكي من جانبه ومن على متن حاملة طائرات راسية في أحد الموانئ اليابانية رد أيضا بالتهديد والوعيد مذكرا بأن بلاده لا تستبعد أي خيار للرد على كوريا الشمالية وأنها سترد بقوة على أي هجوم تشنه بيونغ يانج كوريا الشمالية هي أخطر تهديد على السلم والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي وكما أوضح الرئيس ترامب للعالم عصر الصبر الاستراتيجي قد انتهى ولكن كما تعلمون جميعا استعدادكم هو المفتاح وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة التاريخ سوف يشهد أن الجندي لا يحمل السيف عبثا وأولئك الذين يتحدون عزمنا يجب أن يعرفوا أننا سوف نهزم أي هجوم تستخدم فيه الأسلحة التقليدية أو النووية والإجابة الأمريكية سوف تكون ساحقة وفعالة الخارجية الصينية عبرت عن قلقها من استمرار هذا التصعيد ورغم تكرار دعواتها لانتهاج الحوار سبيلا وحيدا لحل الأزمة إلا أنها أعربت عن رفضها استمرار كوريا الشمالية في تجاربها النووية والصاروخية الصين قلقة انتجاه الاتجاه الذي يسير فيها تطور برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الصين لن تدخر جهدا في التزامها لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية والحفاظ على سلامها واستقرارها هذه هي الصواريخ ورؤوسها النووية محل الجدل وأساس التصعيد الأخير في شبه الجزيرة الكورية تصعيد أعلنت فيه واشنطن نفاد صبرها الاستراتيجي وأكدت فيه بيونج يانج استعدادها للحرب حرب يخشى أن تتجاوز حد الخطب والكلمات